دكتور فريد بحب أوجه سؤال في الختام هو نفس سؤال الشاب الغني ماذا أفعل لأرث الحياة أو كيف أحصل على الحياة في الواقع سؤال الشاب الغني لم يكن سؤالا صحيحا لأنه أراد أن يفعل شيئا مقابل أن ينال الحياة لكن الكتاب المقدس يقول للإنسان اقبل المسيح مستودع الحياة فتنال الحياة الموضوع مش أعمل إيه وأحاول إزاي وأجاهد إزاي أصوام أو صلوات أو صدقات أو إزلال للجسد أو امتناع عن أشياء متاحة في الحياة لا ده لا يعطي الحياة المسيح هو وحده الذي يعطي الحياة ولهذا مات المسيح وقام لكي يمكنه أن يقدم للمؤمنين بالحياة اسمع ما يقوله في يحنى عشرة سبعة وعشرين بشارة يحنى الصح عشرة عدد سبعة وعشرين يقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدي ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفه أحد من يدي كلام واضح أنا أعطيها حياة أبدي ما أنصح به صديقي المشاهد اللي نفسه في الحياة الأبدية بيبحث عنها الآن غمض عينيك معي ارفع قلبك قل له أيها الرب يسوع أقبلك أريد الحياة أشعر أن الموت فيها أريد الحياة أريد العلاقة الصحيحة معك اللي تبهك حياتي وتملأها بالسلام